يقال أن الوقت كالسيف اللي لم تقطعه قطعك ولكم أن تتخيلوا كيف يتقطع المئات بل الآلاف منها في زحامات العاصمة بغداد مركبات تأن مع أصحابها جاثمات تنتظر الفرد لتحبوا بعدها بضعة خطوات لأكثر مشهد لازمنا منذ انطلاق التظاهرات وحتى قبلها فعلى ما يبدو أننا أمام جدلية استعصت على أصحاب الشأن فباتت مضيعة الوقت لازمة لحياتنا تساؤلات نضعها أمام المعنيين عسى والعل أن نخرج بحلول من خلال محورنا لهذا اليوم من حديث بغداد